صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاءة المصرية أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا مصطفى وكل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيب يا فه США أفهسانت وصباح الخير عليك وصباح الفلة على حضركه وكل سنة وانت طيبين ربما الشهر الكريم بدأ ودخلنا فيه بشكل قوي وكل الناس بدأت تتفاعل وتتعامل مع إيقاع هذا الشهر الكريم شهر رمضان بيسموه أسماء كتير جداً شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار أسماء دينية ربما كلنا نعلمها جيداً ونحفظها عن ظهر قلب ولكن بالتأكيد في صفات هذا الشهر بيغرسها داخل الإنسان بيؤثر على النفس البشرية، بيهذبها بيوصل لمرحلة من مراحل أنه يعني يخليك تكتسب صفات إيجابية تختلف عن الصفات أو التعاملات اللي كانت ما قبل هذا الشهر الكريم لو أنت ما استفدتش من الدروس الخاصة بشهر رمضان أو ما طلعتش منه الفائدة يبقى ملوش أي لازمة يعني أن أنت يعني تعمل حاجة لا خليك أنت متفاعل وتعامل مع هذا الشهر الكريم علشان توصل للمرحلة اللي إحنا نكتسب منها صفات إيجابية سؤالنا النهاردة اللي موجودة على صفحتنا على فيسبوك إيه هي أكتر صفة إيجابية تحب تكتسبها من شهر رمضان؟ بتأكيد في صفات إيجابية كتير بتحب تكتسبها وأكيد أنت يا فسنت نفس الكلام إيه هي أكتر صفة إيجابية حابة تخرج بيها من شهر رمضان؟ بص بحيث شهر رمضان هو شهر اختبار حقيقي لإرادة الإنسان يعني أنت أيا كان اللي أنت محتاج تعمله أو تكتسبه من صفات حسنة تقترب منها إلى الله أكتر هي دي الإرادة الأكبر لك أنا يمكن شوية مش صبورة ما عنديش صبر فيمكن الصفة اللي حب أكتسبها هي الصبر الصبر هنا أنا بقصد بيه أن أنا بقع عندي صبر على حاجات كتيرة أو يمكن بتحصل لنا في يومنا سواء ساعات كتيرة بنقول عليها ابتلاقات حتى لو بسيطة يعني لكن في يومنا بنمر بحاجات كتيرة جدا أنه بيبقاش عندنا صبر لها أو خلقنا ساعات بيبقى ديئ شهر رمضان من الحاجات الحلوة فيه أنه بتخليك عندك ساعة صدرة أكتر بمعنى أنت مثلا لو ماشي في الشارع وشفت حاجة مع جابتكش أو حد دايقك بأي إن كان إيه هو في العادي أنت ممكن تتعصب ممكن تتنرفز لكن في شهر رمضان هتقول اللهم إني صائم وهتبقى من القادمين الغائز لو أنت في أي كان بقى في خارج مع صحابك حاجة دايقتك في العادي هتتفاعل لكن في شهر رمضان أنت مش هتبقى بتعمل ده لأن انت دماغك بتبقى مشغولة بحاجات تانية منها أنك تفقدش صيامك أنك ما تفقدش صيامك لأن الصيام هو درجات برضو على فكرة أنت ممكن تصوم عن الأكل والشرب لكن تعمل حاجات تانية كثير فصيامك يبقى يا دوب بس مكتوب عند ربنا أنك صمت عن الأكل والشرب بس لكن ما خدش الدرجات زي ما بيقوله الدرجات النهائية زي ما بنحاول نعمل في امتحانتنا شهر رمضان هو التحدي الأكبر لأي إنسان في إرادته زي ما مصطفى كان بيقول أوله رحمة أوسطه مخفرة وآخره عطق من النار ويمكن ده اللي احنا بنحاول نوصله دايما في شهر رمضان نحن نبقى مركزين على التقارب من الله أكتر من خلال العبادات التصدق الصلاة ومش بس في معادها لكن كمان زيادة الصلاوات فإذا كان التراويح أو التهجد نعمل كل الأعمال الخيرة في الحقيقة أنا من الناس اللي يمكن كسبت صفة حلوة قوي من كذا رمضان فات وهو التصدق أنا أكملت بيها ودي حاجة من أكتر حاجات اللي غيرت لي حياتي برضو عندي من الصفات اللي أنا عايزة أكمل بيها أكتر هي الدعاء لأن أنا بستفيد بدعائي في شهر رمضان وسبحان الله ما فيش مرة دعيت ربنا غير لما استجاب لي اللي أنا عايزة حتى لو كان بالنسبالي ده حلم مستحيل لكن شهر رمضان لما بدعي من قلبي وبسجد وبعاية ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب ويمكن دي من الصفات اللي أحب أكمل بيها أكتر فيه صفات كتيرة جدا إنسانية وبشرية نحب أن احنا نكمل بيها وخلوني أسأل مصطفى إيه يا الصفة يا مصطفى اللي أنت تحب تكتسبها أو تكمل بيها من شهر رمضان عرف المشهد اللي هو وقت الفطار للشباب الجميل اللي بيعد يوزع طمر أو عصاير أو وجبات حتى صغيرة أو حتى موائد رحمن أنا نفسي هذا المشهد يستمر فكرة التكافل الاجتماعي اللي موجودة والله 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 الموضوع ده لو حصل ما هيبقى فيك حد جعان يا مصر الخير اللي الناس بتعمله في شوق طب ما أنتوا قادرين أهو يعني عارفة وهي عجلة دايما الناس بتقول إن إحنا في رمضان بندوس بنزين أكتر طبعا يعني حلو إن إحنا وزي ما أنت قلت يعني جميل إن إحنا نشوف ده إحنا بنشوف مش بس مائدة الرحمن يعني كان عندنا فكرة مائدة الرحمن زمان النهاردة إحنا شايفين شباب زي الفل بيعمل كل هذا ينزلوا مطابخ ويعملوا وجبات ويوزعوها لأبعد مناطق في المحافظات اللي هم فيها منظر جميل جدا أنا هسألك سؤال هو ما فيش هدر في الحاجات اللي بتحصل كل يوم دي؟ ما عرفش مؤكد فيها مظهنش لا لا لأنه يعني أنت النهاردة ما قدر رحمن لو دخلتها كلها هتبقى مليانة أكيد فيه هدر أكيد فيه حاجة بتروح لليوم التاني أكيد فيه حاجة ممكن تروح طب ليه ده ما يتوزعش بشكل تاني؟ ليه ما يبقاش ده بشكل مستمر وطول السنة فيه حاجة ذاكرة؟ مش بقول إن كل الناس تعمل ده بشكل دائم ولكن يبقى فكرة التكافل الاجتماعي أو فعل الخير موجودة فينا كمصريين بتبقاش سيزون يعني إحنا دايماً بنيجا عن شهر رمضان وزي ما قالت بسانت كده بندوس بنزين تقرباً إلى الله وعشان يبقى فيه ثواب أكتر وعشان يبقى فيه ده زي ما بيسموه كده موسم لكن ليه دايماً ما يبقاش كل شهور السنة مواسم؟ ليه ما نقدرش طول السنة نعمل خير ونأكل الفقرة؟ وأعتقد إن كمان محتاجين يعني الأيام دي بالذات نعزز الفكرة حقيقي بطفق معي يعني الأيام دي بالذات نعزز الفكرة دي إن فيه ناس كتير جداً ربما تتعفف كمان حتى من السؤال لو جي هذا الأمر على شكل هدية وما أكترهم يعني وما أكترهم ولو جي هذا الأمر على شكل هدية على شكل اللي هو إيه اتفضل كوباية العصير كوب التمر الحاجات الجميلة اللقطات اللطيفة اللي بتحصل دي ما أعتقدش إنك هتكسر حياء وفي نفس الوقت هتكسب السؤال طيب إنت دي صفة تحب تشوفها على صعيد المجتمع لو بنتكلم عنك إنت كشخص والله أنا متفق معي جداً فكرة الصبر الإرادة ضبط النفس اللي هو الصبر أنواع أنت بتصبر على الجوع بتصبر على العطش بتصبر على بيزمر لك وبيستفزك علشان يكسر عليك يمين أو يكسر عليك شمال السلوكيات الوحشة بتصبر على الناس اللي بتتنرفز علشان ما تفقدش صيامك وفين يبقى عندك هدف الهدف هو إيه اللهم إني صائم مش عايز أفقد صيامي لو إحنا هزبنا نفسنا زي ما بيقولوا وقدرنا إن إحنا نخرج برضو من الشهر الكريم بالشكل ده ده ما فيش دايماً في الكليات العسكرية اللي حر يقولك إيه ضبط النفس عرف الجملة دي جملة مشهورة جداً أن أنت ما تفقدش أعصابك ما تفقدش أعصابك ما تفقدش أعصابك تقدروا تعملوا ده طول السنة؟ تقدروا؟ ده موضوع صعب على فكرة صعب جداً صعب مش سهل صعب جداً لكن هي من الصفات اللي هتبقى يعني خلينا نقول أحلى صفة ممكن الإنسان يكتسبها هو أنه يعدل من نفسه على قد ما يقدر في صفة هو عارف أن الصفة دي فيها مشكلة فيه فزي ما احنا بنبتدي مثلاً كل سنة بحاجة إيجابية بنبتدي شهر رمضان الكريم برضو بصفة إيجابية نكتسبها منه والأحلى حاجة في الموضوع أنك ممكن تدعي ربنا أنه يعينك ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعين أنه نفضل نعمل الصفات دي بقية السنة إيه أكتر صفة إيجابية تحب تكتسبها من شهر رمضان ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك مستنين إجابتكم اللي هنستعرضها في خلال الحلقة النهاردة وندردش فيها مع بعض ونشوف صفات حضراتكم إيه اللي حابين تغيروها أهلاً بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر وبنصبحها لحضراتكم